بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد يروي أحد خطباء المنبر الحسيني هذه الكرامة لمولانا عبد الله الرضي عليه السلام ويقول لقد حصلت هذه الكرامة في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام لعام 1430 هجرية وكانت هذه الكرامة في منطقة المعقل في محافظة البصرة بعد إن أتم قراءة المجلس الحسيني قرر هذا الخطيب الحسيني أن يزور أحد الأخوة الذين تربطهم به وبعائلته علاقة أخوية منذ زمن بعيد وكان هذا الأخ قد اختلف مع أحد إخوته فصار بينهما خصام وشجار فدفعه أثناء المجادلة إلى الوراء وسقط أخوه على المنظدة بجبهة رأسه فأغمي عليه فوراً ثم أفاق بعد ذلك فوجد نفسه لا يبصر ووسط جزع وهم كبير أصاب أهله جراء هذا الحادث وبأن ولدهم الذي لم يبلغ من العمر 25 عاماً قد أصبح أعمى يقول الخطيب الحسيني وبعد إن أخبرني أخوه بالأمر قررت أن أزوره في بيتهم وأطيب خاطره وأشجعه وأجعل له أملاً في الله سبحانه وتعالى أملاً في الحسين عليه السلام والأيام أيام عاشوراً يقول الخطيب ذهبت إلى منزلهم وعندما دخلت إلى بيتهم وكان كل من في البيت حزيناً كئيباً طلب مني أحد أخوته الدخول عليه في غرفته والتحدث معه دخلت إلى غرفته فرأيته مستلقي على ظهره وهو حزين كئيب جلست عند رأسه سلمت عليه طيبت خاطره هدأته ثم جاء في بالي طريقة العلماء بقضاء الحوائج عن طريق مولانا وسيدنا عبد الله الرضي عليه السلام فيقول هذا الخطيب شرعت أولاً بقراءة زيارة عاشوراً بالنيابة عن عبد الله الرضي عليه السلام واضعاً يدي على رأسي هذا الأخ المصاب بالعمى وعندما انتهيت من زيارة عاشوراً قررت ماذا؟ قررت أن أقرأ زيارة عبد الله الرضي عليه السلام كذلك وأنا واضع يدي على رأسه وقرأت هذه الزيارة التي كان يقرأها الإمام المهدي المنتظر عليه السلام والزيارة هي السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع والمرمي الصريع المتشحط دماً المصعد دمه في السماء المذبوح بالسهم في حجر أبيه لعن الله رامي حرملة ابن كاهي الأسدي وذويه وبعد إن انتهيت من قراءة زيارة عاشوراً وزيارة عبد الله الرضي عليه السلام بكينا سوية على مصاب عبد الله الرضي عليه السلام كل من في البيت بكى على مصاب سيد الشهداء ومصاب عبد الله الرضي عليه السلام وبعد ثوانٍ بدأ هذا الشاب المصاب بالعمى يمسح بعينيه وهو ينظر إلى ما في الغرفة وهو يهتف إني أرى لقد عاد علي بصري هتفنا جميعاً يا حسين يا حسين وبكينا أكثر مما بكينا في الأول وتحول البيت لا مأتم ومجلس عزاء وفي نفس اللحظة أصبح هنا تفرح بين من يبكي على الإمام الحسين وبين من يشكر الإمام الحسين بين من يبكي على عبد الله الرضيع ويشكر عبد الله الرضيع عليه السلام يقول الخطيب وبعد يوم من شفاء هذا الشاب ببركة باب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله الرضيع عليه السلام تم أخذه من قبل أهله إلى الطبيب المختص الذي جعلهم ييأسون من شفاءه وفحصه بجهاز المفراس فوجده ووجد بصره جيداً جداً وعاد إلى طبيعته وأفضل فالطريقة التي إذن يقولها علماؤنا الأعلام لقضاء حاجتك هو أن تقرأ زيارة عاشراء بالنيابة عن سيدنا ومولانا عبد الله الرضيع ثم تقرأ زيارة عبد الله الرضيع عليه السلام ثم ماذا؟ ثم تطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى وإذا كان لديك مريض أو أنت مريض لا سمح الله افعل نفس الشيء ويضيف هناك ويضيف هناك البعض بأنه في يوم عبد الله الرضيع في عاشراء ماذا يفعلون؟ ينذرون أيضاً ينذرون أيضاً إما أن يوزعوا ملابساً للأطفال على حب عبد الله الرضيع عليه السلام أو أن يخيطوا الملابس للأطفال الصغار على حب عبد الله الرضيع عليه السلام فبالإضافة إلى قراءة الزيارة زيارة عاشراء بالنيابة عن السيد عبد الله الرضيع بالإضافة إلى قراءة زيارة عبد الله الرضيع ينذرون نذراً بسيطاً إما أن يشتري ملابساً للأطفال على حب عبد الله الرضيع أو أن يخيط ملابساً للأطفال على حب عبد الله الرضيع ولو ثوب ولو ثوبين فقط ولو ثلاث ملابس فقط جرب ولا تشك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر